وإيه هي المواني في المنطقة العربية اللي هي بتعتبر شهيرة وبتهيمن على الترتيب العالمي لو جينا نبص مثلا مع حضراتكم هنلاقي أنه المواني العربية موجودة بقوة على مؤشر أداء مواني الحويات الصادر عن البنك الدولي على النحو التالي بقى أول حاجة مؤشر أداء مواني الحويات العالمي بيعتمد على إجمالي عدد الساعات اللي بتتوقف فيها السفينة في الميناء كلما عدد الساعات تبقى قليلة اللي بتتوقف فيها السفينة في الميناء كلما دايبقى معناه قيمة أكبر وفلوس بتتوفر وبالتالي تداول أسرع لحركة البضايع والتجارة طيب ميناء بورسعيد في مصر هو ضمن قيمة الأفضل عالميا وده بالمناسبة من المواني اللي برضو حصل فيها تطوير كبير جدا في نفس النقاط اللي كنت بحكي لحضراتكم عنها ولذلك أصبح من ضمن قيمة الأفضل عالميا طيب ليه بقى ميناء بورسعيد متقدم بالشكل ده لأنه عدى ثلاث مراكز وصل للمركز العاشر في مؤشر أداء مواني الحاويات لعام 2022 من بين 348 ميناء حوالين العالم تقدم ثلاث مراكز أو ثلاث مراتب وتحول إلى المركز العاشر من ضمن 348 ميناء حوالين العالم بعد التطوير اللي حصل فيه مجموعة أخرى من المعلومات برضو حابة استعرضها مع حضراتكم وبالمناسبة هنشوف دلوقتي صورة لأعمال التطوير اللي حصلت في ميناء بورسعيد توضح لنا برضو حجم الشغل اللي حصل في الميناء وقد إيه التطوير اللي حصل فيه وقد إيه ده كان جزء من الخطة الاستراتيجية اللي مصر بتشتغل عليها لتحول لمركز لوجيستي لنقل وتداول البضايع والتجارة واستغلالا بقى واعتمادا على الإمكانيات والقدرات اللي عندها وبتتمتع بيها ترجمة نانسي قنقر